الأخوة المشايخ قد بيّنوا ما خلّوا حاجة لكن أولاً أنا بشكر أهل هذه الديار لإستضافتهم لأخواننا المشايخ ونظر الله أن يبارك للعريس في ذواجه هذا ويجعله ذواجاً مبارك لأنه زي ما ذكر الأخوة الزواج البيبدة بهذه الحالة نحسبه يكون زواج على خير لأنه حس يا جماعة لما الناس حضرنا عقودات كثيرة تلقى في المسجد يقول لك في حاجة يقعدوا الناس يقعدوا يقولوا البلح شعيرية أيها أي حاجة بعشوا يقولوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد هنا كويسين ويقلوا الضلع تعالى الساعة عشر الغريد تلق بإجائي دعاً كتاب الله والله يا جماعة أكثر الزيجات ده كتاة زواج ما على كتاب الله سبحانه وتعالى ولا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فما ممكن تقول على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تلقى بيت منفتحة أو تلقى واحد فنان خائب كده اسم حماد بيت طلعت الكبري مشيت بحر تمشي ولا ما تمشي ده زواج لأنه رسول الله قال من عتاكم ترضون دينه وخلقوا الدين في هذا الكلام التوحيد أول حاجة الراجل البتدبي وليتك ذي بيتك أختك لابد يكون راجل موحد راجل موحد كيف؟ الله براه بث أما ذو البنات غير الله ما تدبيتك لأنه ربنا بذلك وده بعد كم شهر كده الدماعة بغلبوه ما بقيته ثلاثة أنت ما لكمانه ما بقيته ثلاثة طوالي بيجري الشيخ يقولولي فيه شيخ نجيط بيجيب بيجيب أولاد شيخ عندهم يمع بتعشوفه طوال لأنه عقيدته فازة عقيدته فازة تختبروا طوالي والحايا في العقيدة تقول له كيف تقول له الكباشي كيف البور القاف قال لقيته تلف الجماعة دل أعرف راجل ذكر أدي بيتك طوال حتى لو كان بيته حرام القلوب تلب بس موحد بس كموحد أهم حاجة أهم حاجة لعقيدة أما بدون عقيدة يموديها وين؟ المرح يودها لك الشيخ طوالي حتى يقول لك الزيرقاء بيجاي زيرقاء بينا في بحري ولك الولد بواقية والبيت بينه صواقية والبرع قال كباشي كم عد ولد كم حل عقد نعم الراجل يكون خائب ها بدعو غير الله يوديها الجماعة البياي ديل وديها بحري طوالي مش طلع الكبري والديها بحري طوالي بالجيل ها ودربنا بذلك أكثر الناس والله إذا حالوا أكثر الناس والآن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع رجل وإمرأة رجل مش راجل دنوك ساي راجل ما اجتمع رجل وإمرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما كلام يضار صلاة قال راجل مرأة اجتمعوا سواه بيحصل موضوع تاني عشان قدي اوقت تخلي ولو بقريه قرآن قاد قرآن فيما البلد دي انتهي ليه لأنه عقيدة مات عقيدة مات وهذا الكلام دخلوا الطرق الصوفية والله الصوفية ديل دخلوا شرك لو ربنا تور ابو لهب عليه لعنة الله يقول الشيرك زي دا قصو ما شفنا ابو لهب ظلط لأنه الليلة البلد دي عشان قد البنزين غالي مواصلات ما فيه بالتيق ما فيه لحم غالي الخروب باع بخمسة مليون تقالى الغالة شو غلابوك الشيخ دا غلابوك الشيخ دا الشيرك دا اقعم منه ما فيه والمشرك عادو لالله شفت اي دول بنادي غير الله والله لو بتنادي النبي لو بتنادي النبي عليه الصاد والسلام انت عادل يا الله الخلقك عفهم الكلام ده ما عادل للامام البخاري ولا ابو حنيفة ولا الوهابية عادل يا الله الخلقك لأنه ربنا قال واذا سألك عبادي عني فاني غريب اجيب دعوة الداي اذا دعاني ربنا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وربنا قال ان الذين يستقبرون عن عبادتي اي عن دعاي فيدخلون جهنم داخلين ذليلين حغيرين والرسول عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة ليلة كثير من الناس يمشي يعني يمشي شرح بالقبة يا الشيخ انا جيت وظهري موجعني درامار راجل خايب ظهرك وثيولك شنان يا الشيخ المرة ما ودلت وميت يا الشيخ الاولاد ما نجحوا هم ودلت التربية والتعليم ما عندو حاجة يا الزول لو مات خالات رضوان قال اذا مات ابن عادم وفي رواية اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدق جارية علم ينتفع به ولد صارح يدعو له فكيف انت ياخ تمشي تدفن في المغابر بأي بتاعة الشغال دي ولا تدفن في زالنجيه ولا في اي مكان تمشي تنده كيف العقل يجي كيف العقل فكر بعقلك والكلام ده قالوا دكتور قالوا دكتور ده ما دكتور داتور قالوا دكتور اسمه حتن الفاتي قريب الله شوف نحن في الدين ده وانا جامل يتقول والله ها ذول يلعب لو كان اقرب قريب لنا بنكشفه فيني في الصحة بنكشفه طوال في اي مكان مش في المكان ده هنا راكبين في عربية في ركشة ها واليوم ده مع واحد دول ما بيش في الصوفية ديل وعلى الضلال ولو بنتسب لآهل السنة ده بغش الناس بغش الناس فيا جماعة الكلام اللي قالوا اخواننا ديل وما داير زيادة لكن الشركة الحاضر في البلد ده والله ولو جاتنا ملاريا ولو جاتنا صارعة كملتنا حسوا كلنا السبب فيها الصوفية ديل والله واحد يقول لك الدولار زايد مشكلة هيجليك مشكلة هيجليك بتاع الشنة قال المشكلة في شرك يقول لك جماعة الناس عب الحيوث في ديل وغيره وناس من تثبيل للسنة جابوا لك في التلفزيون وينبقي وما عارب ويخش بيجاي ويخش بيحمد امرك بيخوجلي يا زل ما تورينا دا التوحيد ما تورينا دا التوحيد حس سمعت افتح الازاعات كلها غنات دا اي غنات دا اي غنات تعجبك اندرمان السودان الوبيط افتح اي ايزاع ما اطلق فيها توحيد نهايه والله التوحيد دا يقولوا توحيد جات في التلفزيون والله التلفزيون دا تنطب اللي يجريد والله تلفزيون دا تنطب لو الحيد دا ما كلام الله يخ كلام حار كلام فوق انا سنرغي عليك قولا سغيلا كلام قوي كلام قوي سانكدي يا جماعة البلد كل الحاصل فيها الواجب على الدعاات الواجب على الدعاات العرف الحق يبينوا دعوة الله لانه يا جماعة المودة سريع والله يدرحتكم في خير والله حسن لو كان حفلة والله بنات كان مطلعه فوق في اللوطة دي والله لو حفلة كان الناد مطلعه فوق بالحيوة دي انا جبت له حفلة واحد ها واحدين بيقاركوا فوق يا بولمان يا ناد القرحة يا زاد ليه بنارين بالتنقع والله يتركز البلد وقول لاب شانا بيرقص ابدكي نرقص كل نازل كل نازل حسي كلامنا ده تعال بكرة واحد يقول ليك يا عملتون نزعاجي يا اخي عملتوا زعاجي يا اخي والله ما غذرنا النوم يا اخي طيب معانا دقيلة على نمتكيه طيب نمتكيه ها جوه الحفلة زي ما قال اخونا يمكنني شغرا كلام زي ده يقول ليك والله نازل يزعاجونه ياخد كلامه طيب انت معناه في قلبك في مرض في مرض ربنا قال في غلوبهم مرض فتادهم الله مرضا فيا جماعة في الدين في الدين عشان قير رسولا قال من عتاكم ترضون الدين وخلقوا في الدين العقيدة بدون عقيدة شفت بالعقيدة ينصلح الحال لكن لو مشيت لي الله بعقيدة تمام حتى لو ما عندك ما عندك من المعاصي انت تحت المسيح عجل تعرف التوحيد يا جماعة ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون دارك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدة فالدكتور ده حضر الفاتح غريب الله جابه في غناء زمى غناء زنين العدرك غناء ايه دول بعرفة قال الولي الصالح ممكن يطلع من قبره يقدع هواجه الناس ويرجع راجع كذفها معا شوية هذول لفي كلامه قال شنو قال الرجل الصالح عندنا في الطرق الصوبية يعني ممكن يطلع من قبره يتونس معاملته شوية كيف يا زوجتي العديدة شالله كويسين مواصلات مافي ويديها مصاريف ويرجع راجع بالقال يرجع على المغابر تاني كلام بقاله بورف يا يبقى حدول المكفور في الحراسة دي بطلع عليه كيفو حراسة شندي دي بتقول لي يا ابا وريد عني دك انا ماشي شرب لي بارو ديجاي بيقول لك ارجع بيديك بورنيا قدي بترجع تعريب حاجة دوت بيقول لك ضمانتك ما جات فقاب انت ياك مدفون ميت مرة واحد فرضنا خلاص صدقنا كلام الدكتور ده حس نحنا القاعدين ده كلنا هنا ده خليل برا دفلنا دوت صلاحة الصبح جاءنا حسي بجيه قال السلام عليكم طلع في الحيط دي بوك في دول بنتظروا اوه يا ناس ده كلام باطل يا اخي والله دول مات والله يود ان لحد لو خطوك في حيقا لو اخوك عينك ما تحكا والله حيقا دي قال لو لك حكا ما تحكا لكن لما انت تكون صوفي بتقول هاي هاي بتحشنو فالصوفية زي ما ذكر اخونا ان نشروا الشرك ديل ساعدوهم جماعة ها بنتظروا اهل السنة بمشوا العزو في ديل دول بنشر الشرك ودول بيقول لها غير الله بيخلق ودوا واحد قال الكون ها الكون ده كله ها حسنا بكم قال في الكون متحكم مرغانية قال نحن مسكين الكون مرغانية والحسن الحسونة دي الاشتراك كون مسكين الكون ده بس ده كون ده ولا باز الوالي قالوا مسكينه بس قالوا نحن المراغنة عن غذا من الكون وعلاو في طي غبضتينه المطر دي ما حكا ليه قل حسي قال الخنجر مسكينها الشيوخ الصاقع برضو مسكينها الشيوخ القروش مسكينها الشيوخ طيب خلاته لا الحياة كلها مسكينها قروش ماسكه واحد موات بدر في شرق النيل ماسك قروش بس ما تدالو يموي ماسك قروش بس تقولي اوات بدر من الفقر والله اجيبك المالي فقوله قولي يا الله يا اخه قولي يا الله يا اخه انت سمين وغليد تقل واحد ها راسه زي الطوب العالي سمين ربنا قال يا ايوان الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما جاء ركبك دمنه خلاك تبلح في الفرتقان التفاح كب الانانات كب بليمون بارد كب دمنه دمنه دابوك الشيخ يا اخه تلقى يبلح الجدادة دي استخصاليخ ما يخلي ديها عظم بعد دكان جوز بدر دمع مشريك ددك الجدادة دينه دي عغيرة في البلد دين فالناس لو ما تكلموا في الكلام ده ما تكلمين الناس في ها بر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين دين الصلاة دين لكن بدون عغيرة ما ينفعك الكلام ده كله كله ربنا قالوا وغادمنا الى ما عملوا من عمل ربنا قالوا بتلؤون عمل ربنا قالوا فجعلناه هباء منثورة شرك ربنا هاي يقول معاه يا عمل والذول المشرك البموت على الشرك نام مات المكان النار طوالي البيت واستكم بتاعه النار ربنا قال انه ما يشرك بالله فا قاد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من انصاروا ظالمين ديل المشركين البناتو غير الله يعاني المشرك الجنة حرام عليهم ما تقول لي ديل مشركين زمان ونهات أن ابوا لاب لأنن في الناس عندهم ها تقول لي ديل زمان ودي الحجار لا لا ديل بشر عديد في عبد الحجار صاح ونازع عبد البشر ربنا قال ان الذين تدعونا من دون الله ربنا قال عباد امصالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم وكنتم صادقاء ربنا قال ذروا جاسيك ابشنا بعديد تدعووا ليه ليه تدعو اتدعونا معلا وتدعونا واحتنا الخالقين راجل يا اخ راجل بتمسكوا هنا يا اخ الشيخ زاد الشيخ زاد ها البرع زاد الحد المادة مادة ساهيرون هنا ومتكتوا حظوا قال هو يا ابو الطاية البرع براه بكوري او يا ابو الطاية ويا حمد الحصايا ذيلون الحصايا وامرات كلايا ربنا كتله باكل وبس كتله ريح منه مرة واحدة وين البرعي وين البرعي شبت الكتل البرعي دعا حقه براه ودكتلنا كلنا والكتل الانبياء خلي البرعي الكتل الانبياء عليهم الصلاة والسلام ددوا حقه براه لو دعيت النبي ربنا قال لك انت بتكون دعي البهيمة ربنا قال ومن عضله مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم الغيامة لو دعيت النبي عليه الصلاة والسلام ولو دعيت ملك ربنا قال لك الحمار البهيمة خير منك معنا لو قلت يا البرعي انت مليون بهيمة انت مليون بهيمة ما فهم الكلام ده ما كلام الدار ولا ساهور ولا الجزيرة تكلام الله ربنا قال لك انت بتكون بهيمة فالبهائم كتار الزمن لا كتار كتار وده ربنا قال كلام ربنا ها تلقى واحد شايل له ثمانمية قلم وتمانمية نظارة وبيجاي تلقى بنا دي غير الله ثمانمية قلم تلقى ما في حاجة قالوا الدودو ما في حاجة تمنطاشر قلم تلقى بعد نميش للشيخ يخدت القلم في القبة عشان ينجح الشيخ ينجح حقا تخدت له قلم تلقى طالب جامعي او بيت جامعية ما شفت تلبيت الجامعية جابوها فجير التدار ها دايلة تنجح مش هتخطس اجوين القلب القلم في عند الشيخ والشيخ زادوا بعد دقاء قال لها القلم ده الا انا اجيك انا زاد والله يا جماعة يابوك جديد للدار شوفت صوفية ديل نشر شيرك والله ما الله بيه عليم ما الله بيه عليم والتاغوط المات قبل ايام ونظر الله ان يميت التواقيت جميعا من الصوفية لانهم الله يضروا البلاد وضروا العباد شيرك يا جماعة كعب شيرك كعب يا ناتي يا اخي الليلة اليوم ها الليلة اليوم المعين شطنك والله بيسبب الشيرك بيسبب الشيرك وذا ما قال لك يا اخي نات من المنتجين ليس ثنة يمشوا ليتاغوط زي ده يعزوا فيه يعزوا فيه ويمشوا ليشيخ الكباش ها ويذوروه ويجيبونه الجداد ويأكلوا الجداد ويرجعوا تاني ما تقول ليشيخ الكباشي مضوروط شخ الكباشي ذات حفيد الكباشي جابوا فيه غناتاني للأترك برضو قال قالوا رجعتوا شغالين الجنة ده ده السوال قالوا انتوا قاعدتوا الجنة الكلام ده وقفوا لشغال قالوا شغال بيتيخي قالوا شغالي لسا ناتي القلم جابوا احفال الكباش ويجابوا في ناتي الغناء قالوا جابا يقول ليشايكم فيكون يا جماعة كلامف له هذا جابوا فيه غنا قالوا جابا يقول ليشايكم فيكون والله غضرو أبو لهاب من كلمة وإبوالحب ذات يطرش أبو لهاب ذات يطرش لان البالحب كلامه Laur قالوا بعد دا يا اخ ناس امتذبوا للسنة صار السنة ولا غيره يمشي الناس زي ديت شو الدين دمامنا جاين فقول دون صار سنة اخ مسلم صفواجي صوفي بين قلبك بنجيبك طوال والله دا دين ما فيه مجاملة ربنا قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ربنا قال اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ربنا السسم قال الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فانت ياخذوا المنتظف للسنة ربنا بذلك كيف انت تتذب السنة وتمشي تواليها للشرك والطغاة والطغاة والناس السلفين تعاديون ما لكم كيف تحكمون كيف كلام دا بيجي كيف بيجي كيف تقدر مع الناس يقول لك لا موضوع دا اذا ما اجيوا ما اجيوا نشغال معاو بالتيخ شون ما اجيوا في اي مكان الدعوة دي ما عندنا كلام اي مكان تبلغ في جامعة في زاوية في الجامع في اي مكان لقيت فرصة تبلغ على انو لو كتمت الحق عندك علم بالموضوع دا وكتمتو نحن ما علم المفروض ما نتكلم ذات رسولا قال بلغ عني ولو اية كلام العارفين له بيمبلوا ولو خطورنا استيبع على رقابنا في النهاية الثور بيموت حرام القلوب طلب بيموت المشرك بيموت المؤمن بيموت كان سكتنا بقى واحد يقول لك الخواف رب عياله وخفت بقى خفت في النهاية بتموت بتموت والله واحد تلقوا واحد واحد يقول لك اهان الحجاز هتدعو الكاسف واحد السابي حاجز طاق بالدواحد وش المغابر حاجاز هتدعو في موت اخير تبوت على الحق وغير يومك ما بتموت قول اجتمعت الاس والجن على ينفعوك بشيء لا ينفعوك ما ينفعوك واجتمعا يضروك بشيء لا يضروك رفعة الاغلام وجفة الصحف موضوع دا منتين فيا يماعة والله ختاما اطن على الناس لكن ها الزول بقابل الله كلنا حنقابل الله لكن مو ما عارف متين اي دول عنده زمن محدد ها الزول بيموت عشرين سنة بموت والدول الليلة لموت الليلة حسد دول ممكن نفوت من هنا فقط فجأة في بيته يموت فالدول همسي تقابل الله انت موحد حتى لو عندك معاصي انت تحتلمشيها اما تقابل بعغيدة خربانة عغيدة خربانة شربانة ها بتواليها للشرك وهل الباطل والله انت بتخسر الدنيا والاخرة لانو ديك الجنة وديك الاخر خلاس حياء ديك دار الغرار ودار الحيوان لو كانوا يعلمون ديك دار الغرار الدنة دي ما ماشي يا جماعة كلها لحظات فصوان قال اعمار امتي ما بين الستين والسبعين الدولي كافة عن دين الله وتنصر دين الله ربنا قال يا ايوه الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم نزال الله انه يا ينصر الجميع حتى يعني في شباب بينصر الدعوة دي وربنا بينصرك حتى لو عندك معاصي اهل المعاصي قول ابناصروا الدعوة دي لانه عارف التوحيد عارف التوحيد وعارف كلامه ده باطل انا بشوف واحدة كان والله بشرب عزيل جانا مرة شارب خمرة في حلقة في بحري والله الذين لا عنده عكاة ما يالله وذوت ذاته ذوت جهانه لكن ذوت موحد والله قال لي بس اتكلم ما تخلي صوفي المتراض صصائي بس ويبكي قال لي بتتكلم اعطي فاي صوفي بتخلي يتكلم بس واحد والله صوفي بعيدو قد ماذي يا حاجة ليه لانه جلو ربنا ممكن يجيب لك واحد زي ده ينصر دعوة ربنا بينصر دعوة وبعد اني اخذت ما تنصر الظينار والرسولان قال ماني يحميني لو بلغ دعوة الله يعني ما حتي ما انا وانا دائما بطرق الكلام ده تلقى واحد فنانة في هاجرة فنانة في هاجرة تلقى لا بي جايس واحد ستة مواتر بي جاي واحد هاجو بي جاي واحد جين بي جاي انت قال لي حارسين منه حارسين الفنانة دي عشان ما يجي يا حجر حارسين ناع جمعتكم مشاكل فنانة في تقول شنو كلها كلام فاضح زاي ما عارف نوبة سبحين جعلية سبحين شنو يعني ها والنادر لا ما في حاجة تعريفتها شن حاجة يا خطة ما تنصر دين الله يا اخ ناثر دعوة الله ده زكران ناثر دعوة الله زكران ظلالله انه يا عديو ناثر دعوة الله كام بيبكي بيبكي عديد والله ده خير من الشيخ البرع ذاته لانه موحد وفي مرة مرة بيستوي شاي في في السجانة حاجة كبيرة بعدين بتجرب سيجائر البرنجي ده الزائر تقول بليك الشاي داير جبلة والسيجارة السيجين جنب واحد اخونا كذي موحد داير يشوفه قال لي حاجة البرع كيف السيجارة دي اخوة يوثوله الله الله وسط الله وسط والله قلت دي خير من البري والله خير من البري لانه في النهاية هي وقعالة في مصيبة في السيارة السيارة دي حتى لو ما غلتها يتحت المشيها لكن عقيدتها تمام توحيد ها مش بدون توحيد ما عندك اي حاجة عشان كذي الامة دي فقدة توحيد الامة دي في السودان بالزات في السودان بالزات فقدة توحيد لانه حتى المساجد دي حتى المساجد ما كتيرة والله المساجد دي لو شغال التوحيد كلها في السودان ده لكان حالنا صلح. لكن كلها شغالة ها قصص ومعارف وما فيها حاجة. ما فيها حاجة. تلقى دوت دقنه ها ليسير والو. لكن ما فيها حاجة. ها والدقن من الدين. لكن شنو ما بيتكلم في التوحيد نهاية. يقول ليه قدي وحب النبي والناس بيبقوا. يا حتى الناس ما عارف الدين. خليفة الصوفي ده خشة في اليوتيوب. خليفة trailer صوفي في زت المولد في اندورمان. قال ليه يا صوفية! أنا جانس عندنا النبي. وقال له يا خليفة. يا شي خليفة! والصوفي건 بيبقوا. والله ان Metropolitan Ungger عزه ومعاوتين صفادنا ومعاوتين أبو بقر بيبقوا. نما قد يق Medina? قال له وشيخنيه النبي شيخني قال لي يا شيخ خليفة الكلام دفعون دور ما من جوه يا جماعة وده ناغمح للجامعات والناس المثقفين ماكين مافي يا حي ناغ المثقفين لكن دين مافي دين مافي والله يذور لو كان عالتالي شفت عالتالي وعنده دين والله خير من ورف لأن هناك الملائكة الملائكة يا جماعة وكي تموت دفنوك بهجاي حتى لو ما تي فينا واحد دفنوه جينا راجعين بيجو ملائكة بزالوه ثلاثة أسئلة ما تسمع زي التراب الكافر هذا قال مافي شنو عذاب غبر قال مافي حورعين ومافي ومافي الدابة مافي ومدابة شنو قال التراب المجرم ماهد قبل الأيام قبل شهور في عذاب غبر رضوان قال بيجو ملائكة من هاروق من هاروق نهرة لما انت استغرب موحد صوفي أي حاجة كنت دول ما موحد بتنادي الجماعة دير والله لو بتنادي النبي عليه الصلاة والسلام والله هتعرف حاجة ما رابو بعدين الملائكة دي ربنا بديهم مرزبة للذول المجرم المشرك مرزبة دي مش صانعة الحداد ده لا صانعة رب العالمين مرزبة يبدو بتدب بيها الحاجة لما انت قوري يناقلك كوراك تفيد البيض معك المقابر اللي حتى هو يحد يقول لك آخركم تراب لا هذا ما هذا التراب ده في شغل ديوه والله ما شغل شغل عجيب يا ذول يا ذول مناعم يا ذول مجرم فيك شغل والله ملائكة غلاس شداد يا حزول لو يجابه وليساي بيديه وكفاء بيكوري يا ذول دين ملائكة ملائكة ترابرة تراب يقول ما في عذاب غب في عذاب وفي نعيم نحن نوم بكذا يا عذاب يا نعيم فبيوك الملائكة يدعوك من ربك حتي يعفل تلقى فيه شغاله دي وفيه جلسدنا دي تلقى دول شغاله على التالي وتلقى واحد بتاع ركشة واحد بيبيع رغيف واحد بتاع فاصولية واحد بتاع طماطم واحد بيعمل ذلاب يكبار شهر الصباح المهم الناس بيختلفوا والشغل ما حرم قولوا تكون على التالي ما حرم لكن العتالي والبروف واحد واحد ما واحد حسلوا مشكلة لمناسبة ها فيها على التالي مناسبة فيها كبيرة جراحين في شندي بس ما في الخرطوم هنا في شندي كبيرة جراحين ده لما يجي وانت عين الكلام ده وقول عما قد بكتب وتعافي وانشوف الكلام ده كبيرة جراحين لو جاء والله تلقى قراعه فيه في الواطن لسه ما نزل من عربيت جماعة بقولوا نا قابلوا فلان دكتور فلان يا الصيوان كله يقوم أبعيم ما تقع وبإياه والله لو جاء على التالي سلام عليكم سلام عليكم ها لن يخبروا ما فيه والله اللي يكون على التالي تعال اخوبي يا كاذي الناس لا قريناك في الغبور أنا ضربت لك المسأل اللي ليه لأنه دي ما بتنفعك دكتور عقيدتك تمام حاجة كويسة لكن دكتور قد عقيدة والله حتعرف حاجة والله لو كنت قبيرة جراحين مقصاتك بتروح دكتتك بتروح هناك في الغبور بيجوك الملايكة بقولوك ما بقولوك بالراحة يا دكتور عصام لو سمحت من ربك لا واجي لواحد كان ببيع طماطم هنا في ثوكشندي يبطع الطماطم لا لا الطماطم والعتالي والبروف يراك كلنا واحد والله لو كنت ابطع الطماطم وراجل ضكر عقيدتك تمام أبشر بالخير ولو كنت بروف عقيدتك تمام أبشر بالخير لكن الناس هنا بتشتغل بالمكان العالي ها قولك ده باش مهندس دكتور دكتور حسنا الفتاة غريبة ما عقيدته قادة بروف حاجة كبيرة كده لكن ما فيها حاجة ها مهندس تلقي قدرة ضربة ما فيها حاجة ها لكن يكون حتى يكون حقيقة فهناك الملائكة ما في الرزو هناك الموضوع ضيوة في شغل تاني يعني ما بجيوك بالراحة انت قريبنا وفي شندي لا 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 والله الملائكة الغبور ده هناك الغبور دي تحيط في شي عشان قد رصلا قال لو صدلوا عليك ربعين موحد شوفها فوق الكلام ده حتى ما تقول لك الليلة الغبور دي الليلة جوننات كتار ممكن يكون ضوصوفي زيش يا زيش يا خلم شوروا جماعة جاي لذا تلقى المغابر ملياد قندرانات وحافلات ومعارف شنوب وباز الوالي ورقشة وموتور جيئين ما فيها هاي ليه لأنه وردان قال لو صدلوا عليك ربعين موحد بس ربعين موحد حتى لو جايين من الحفلة دي الليل بيشفعو لك لكن والله لو صدلوا عليك ثلاثة مليار وجايين من الحج من الحج بس نظر المطار كده وانا نوع الكبارة أبجاقومها ذاك الصوفية الكبار دي ها زينات البورعي وذيل والله دي الليل ما بيشفعو لك نهاية دي الليل بتعبو كذي ما قاله دعاية دي الليل ما بيمنوك الحبة أخير صلوا عليك الجماعة الجايين من طلعت الكبري دي موحدين أخير لك والله فالتوحيد هو حق الله للعبيد فنظر الله أن نرد المسلمين إلى دينهم ردان جديد وإيضاكم الله خير وأنا أطلت عليكم